أتحداكم مشكلة إذا عرفتوا كتبوها بالتحليقات السلام عليكم أخوتي بهذا الفيديو راح نقرأ ونترجم ونحل صفحة 42 وصفحة 43 بكتاب النشاط تمام؟ وحدة الثالثة الدرس الثاني many hands أخوان إذا أقرأ على كيف حاول تعيدون وراي الكلمة إذا أقرأ سريع عربودها سريع غلص بس إذا أقرأها لكم على كيف عيدوها وراي أترجاكم والله تصيرون أبطال بالإنجليز إذا أتعيدون الكلمة وراي many hands make light work الكثير من الأيدي أو العديد من الأيدي تخفف من عب العمل highlight معناها خفيف أوكي؟ هي بس هاتجديدة عليكم read the article اقرأ المقال in the student's book في كتاب الطالب again مرة أخرى المقال اللي هذا عنوانه كتاب الطالب يقل لك اقرأه مرة أخرى rewrite أعد كتابة rewrite أعد كتابة the sentences الجمل correctly يعني أعد كتابة الجمل بشكل صحيح هو ش جايب إنا جايب إنا جملة وهاي الجملة بيها شي خطأ شي ريد من عدنا يريدنا نصححها يعني نعيدها كتابة الجملة مثل ما هي بس الشي الخطأ نكتبه بشكل صحيح مثلا هاي الجملة الأولى هو حال لياها قال لي Japanese children الأطفال اليابانيين cook in their classrooms يطبخون في صفوفهم هاي شينها لا عم لا فهو مصحح لياها هاي هم ش يسوون الأطفال اليابانيين ينظفون ينظفون صفوفهم كاتبناها بشكل صحيح احنا ش راح نسويهم راح نسوي مثله Japanese children الأطفال اليابانيين clean ينظفون بدل cook clean their class rooms ينظفون صفوفهم نجل هاي Japanese children الأطفال اليابانيين clean their classrooms every morning يعني الأطفال الأطفال اليابانيون ينظفون صفوفهم كل صباح لا مو كل صباح وراء ما يكملون نلحص مالتهم قبل لا يرحون للبيت ينظفون صفوفهم ويرحون اوكي فاحنا ش راح نكتب راح نكتب الجملة مثل ما هي بس هاي الغلط نكتبها بشكل صحيح هذا الحدش كله لحد هنا نعيد عدنا لحد هنا عدنا هذن الخطأ راح نكتب الصح مالتهم الأطفال اليابانيون ينظفون صفوفهم at the end of every school day في نهاية كل يوم مدرسي اوكي بدال هاية كتب نهاية تمام؟ نجل هاي بي عندما الأطفال اليابانيون ينظفون صفوفهم they work on their own يعني يعملون بمفردهم on their own بمفردهم يعني كل من وحده لا مو هيك هما يشتغلون شلون يشتغلون؟ يشتغلون كفريق يعني كلهم سوى تمام؟ فاحنا جوابنا شني؟ جوابنا هذا كله نفسه لحد هنا لحد هنا نفس الجواب بس هاي نغيرها هاي هاي نغيرها نقول they work as a team يعملون كفريق اوكي نجل هاي سي in رواندا هاي دولة بشرق أفريقيا اسمها رواندا انت اكتب ترجمتها رواندا اوكي people in the capital capital city في العاصمة يعني الناس في العاصمة يا ناس دولة ناس هاي رواندا اللي يعيشون برواندا clean the streets streets ينظفون الشوارع يعني القصد شنو؟ القصد يقلك في رواندا يعني الناس اللي من هاي من هذا البلد من رواندا اللي بالعاصمة شي يسوون؟ ينظفون الشوارع لا مو بس اللي بالعاصمة بكل البلد الناس اللي بكل البلد هما ينظفون الشوارع تمام؟ شو وقت ينظفون الشوارع؟ ينظفونه بكل شهر ينظفونه مرة واحدة اوكي؟ فاحنا جوابناه لحد هنا نفسه لحد هنا نفسه بدال capital city بدال العاصمة نقول the whole country the whole country معناها كل البلد يعني الناس اللي بكل البلد ينظفون الشوارع تمام؟ نجل بعد هدي in رواندا في رواندا people clean the streets every day الناس ينظفون الشوارع كل يوم لا مو كل يوم اش قلت لكم قبل شوية مرة بالشهر تمام؟ فاحنا جوابنا هذا اللي هنا لحد هنا كله نفسه شوفوا لحد هنا كله نفسه هاي نغيرها نصححها نقول one day every single month يوم واحد كل شهر تمام؟ يعني نظفون الشوارع يوم واحد كل شهر تبعا إلى المقال المهام المنزلية هاي chores معناها المهام المنزلية are always fun هي دائما ممتعة لا المقال قال هي مو دائما ممتعة اوكي فهاي نغيرها شو نقول هذا الحاشة كله نفسه نسوي بس هاي are ننفيه نقول are not aren't تمام؟ يعني المهام المنزلية ليست دائما ممتعة صارت نفيه نجل هاي the writer the writer says the writer says that chores are not important يعني الكاتب يقول بأن المهام المنزلية ليست مهمة هو الكاتب ما قال لا قال مهمة ولا قال مو مهمة بس هذا الشي ضمني الحش الحشاة كله هو يقصد بأن المهام المنزلية مهمة مثل ما قلت لكم يعني هذا الشي ضمني هو ما قالها ما قال مهمة بس بالنسبة للمقال مالته القصد بأن المهام المنزلية مهمة كلش رح نكتب نفس الحش بس هاي نغيرها لأن هو نافيها يقول مو مهمة احنا راح نقول لا كلش مهمة مهمة جدا شوف هاي نات خلينا بدالها very وهاي ملاحظة لكم هاي says الكاتب يقول هو الكاتب ما قال انا شويتها سويتها means يقصد لأن هو ما قال مهمة قصد بأن هي مهمة بس همراهما تقدر تقول says بس انا للأفضل وللأفضلية كتبت means يعني معناها يقصد هاي معناها يقول هو ما قال ما قال مهمة بس القصد ما التبع أن المهام المنزلية مهمة عاني قلت يقصد بدال says قلت يقصد بس ايضا تقدر تقول says مو مشكلة ما كو مشكلة اوكي انتقل للتمانين البعض هذا التمانين اخوان قايل make notes about the article اصنع ملاحظات حول المقال ask and answer اسأل وجاوب the questions الأسئلة نجل الأسئلة what does the title أو title مو مشكلة of the article مين ماذا يعني عنوان المقال عنوان المقال شنو هو many hands make light work العديد من الأيدي تخفف من عب العمل شو يقصد يعني به احنا راح نجري انترجمة بس بالانجليز انترجمة شو نقول نقول it means هو يعني that people بأن الناس can do things يمكنهم فعل الأشياء more quickly بسرعة أكبر and easily وبسهولة when عندما they work together عندما يعملون مع بعض hide together تقدر تستبدلها تقول when they work as a team كفريق يعني بدال مع بعض قول as a team بدال together مع بعض قول as a team مو مشكلة اثنين هم صح نجي الهاية ب what do you think ماذا انت تعتقد about children حول اطفال cleaning their classrooms حول اطفال ينظفون صفوفهم شو تعتقد بيهم دولة شن هم دولة شن رأيك بيهم هذا هنا جواب جوابك انت انت بكيفك شو تقول عليهم شن دولة وصخين مرتبين نظيفين بكيفك انت جواب انا هذا جوابي قلت i think that اعتقد بان they بانهم are tidy اعتقد بانهم مرتبين امشكنمين اوكي هنا نسي what do you think ماذا انت تعتقد about people حول الناس او ماذا تعتقد بناس cleaning their country بناس ينظفون بلدهم ماذا تعتقد بيهم دولة شن هم خربطين شن شن تقول انت اكتب جوابك انا جواب قلت i think that they that they that they love their country اعتقد بانهم يحبون بلدهم تمام خاف واحد تقول هنا ليش خلي they are وهنا خلي they love ما خلي are ورا they اخوان اذا اخلي are هنا الفعل لازم اضيف ing تمام وهنا انا مراهما مراهما اضيف ing they love هم يحبون زين شو هاد ليش ما اضفت ing هذا اخوان tidy tidy تجينا صفة وتجينا فعل هنا انا قصدت الصفة هنا d what chores do you do at home اي من المهام المنزلية انت تفعل شنو من المهام منزلية تتسوي هنا انا اهم انت جاوب جاوب بكيفك انت اقول انا امسح انا اكنيس المهم انت جوابك انت اوكي انا جوابي هذا تشذب قلت i sweep انا اكنيس the floor الارض and wash the car واغسل السيارة كله تشذب المهم انت جوابك انت اللي تسوي بالبيت كتبهنا هاي اهنان اي do you complain هل تشتكي يعني هذا الواحد مني ما عاجب يسوي الشي اوكي when you help at home عندما تساعد في البيت من الساعد بالبيت هم طلع اعذار ومدرج انا ما ريد اسوي وبعد ين قال لك why ليش يعني ات جاوبت قلت له مثلا yes اي انا اشتكي يقلك ليش او قال لك why not يعني ليش ما تشتكي يعني اذا جاوبت قلت له yes اي انا اشتكي يقلك ليش يابا تشتكي هاي معناها why لماذا لماذا او اذا اذا جاوبت قلت له no على هذا السؤال قلت له no يقلك why not ليش ما تشتكي يعني لماذا لا احنا جاوبنا قلنا له no i don't لا انا لا اشتكي because لأن it's my اقراها وياها خلنا اقراها سؤال it's my respond قولها respond sim illity illity responsibility صعب تقولها عيدها وياها بطريقة ثانية responsibility responsibility لأن هي مسؤوليتي يعني الواجبات المنزلية مسؤوليتي ولهذا السبب انا i don't complain لهذا السبب انا ما اشتكي لأن هي مسؤوليتي شن هي الواجبات المنزلية شن الواجبات المنزلية بالانجليزي chores chores اوكي chores ننتقل للصفحة البعد هنا خلان هذا التمنين كلش سهل قال لنا complete the chores اكمل المهام المنزلية use words and phrases from the box استخدم كلمات وعبارات من الصندوق هاي الكلمات والعبارات بالصندوق هاي الاولى the table الطاولة هنا انا يصد الطاولة مال الطعام شسوي لها الطاولة من ذني lay جهز طاولة الطعام هنا انا شنه اخوان ملاحظة ايكم ملاحظة هذا شنه lay هذا فعل مضارع مصدر المصدر او الفعل المضارع هو نفسه اذا اجانا بالبداية شي صير يصير فعل امر اذا اجانا ببداية الكلام يصير فعل امر فمن اقول lay the table معناها جهز الطاولة ومن اقول sweep the floor معناها امسح الارض امسح القاع make the bed هاي make من تجينا وحدها معناها يصنع او يجعل هنانا من تجينا وي هاي معناها رتب السرير اوكي هاي هنا الدي help in the kitchen ساعد في المطبخ البعدها هاي اي wash the dishes اغسل الصحون يعني الماعين tidy your room رتب غرفتك pick up التقط يعني شيل the rubbish القمامة و ايش اخير وحدة throw away the rubbish ارمي القمامة نجل البعدها اخير تمانين بهذا تمانين قال انه write about write about the chores اكتب حول المهام المنزلية you do you do at home انت تفعل في البيت يعني اكتب حول المهام المنزلية اللي انت تسويهم تفعلهم بالبيت use words from the box استخدم كلمات من الصندوق always always usually often sometimes never فانت راح تكتب خمس جمل وكل جملة تستخدم بيها واحدة من ذني تمام احنا الجمل من جبناهن من التمين ذاك القبل جملة الاولى خلنقراهن على السريع لانه طول الدرس انا بعض الاحيان اجهز الطاولة انا دائما ارتب الفراش انا عادة اساعد في المطبخ اخير انا لا اكنس الارضية ابدا او الارض ابدا تمام ترجمة نانسيح